صباحكم ورد من يديد مشاهدينا لم يعد الإحجاب يوضع من قبل الفتيات بالطريقة التقليدية بل أصبح له نماذج وأشكال مختلفة تجدب العديد من الفتيات دوات الموضة المحتشمة ظهرت مؤخرا موضة التربان وقد اعتمدتها العديد من عارضات الماركات العالمية ودور الأزياء وصولا إلى رائدات مواقع التواصل الاجتماعي وصرنا يا زينب فعلا نحس بأن في موضة معينة للفتيات المحجبات بطريقة جميلة جدا فعلا مروم نشوف الطريقة اختلفت أو المسميات البعض نعرف من وين أصلها والبعض لا لكن أصبحت أيضا مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح يستخدمونها المحجبات وأيضا السيدات الغير محجبات مشاهدينا نتعرف معاكم أكثر على هذا الموضوع وعلى موضة التوربن مع ضيفتنا لليوم سارة الباح مؤسسة ومالكة براند بيونيك توربن صباح السعادة صباح الورد صباح الورد شكرا على إضافة يعطيتي العافية أستاذة سارة بداية ما هو أصل التوربن وكيف أصبحت موضة خاصة في وقتنا الحالي؟ هو التوربن أصلا يعود للقرن 17 على فكرة مش موضة الوقت الحالي يعني السيدات الزمان كانوا بيعتمدوه كشكل الأناقة والجمال والقوة وابتدى يتطور مع الوقت ومع مرور القرون لغاية لما وصلنا للقرن العشرين نجمات هولوود اشتهرت فيه وابتدوا يلبسوه كانت عيقونة الجمال إليزابيس تيلر أياميها بتلبسوه أيضا مارلين مورلو ومارلين مورلو لبسته صحيح وفي صوفيا لارين لبسته كل نجمات هولوود تقريبا لبسه توربون واعتمدوه مع مرور الوقت ابتدى يتطور حسب الأعوام والسنين صحيح ولكن هل سبب شهرته أن المشاهير لبسوه ولا في أسباب أخرى لا 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 هو من سبب شهرته أن المشاهير طبعا في الوقت الحالي نقلد المشاهير ونمشي وراهم بس لا هو من سبب شهرته المشاهير لأنه هو سهل الاستخدام سهل اللبس بقطعة بيكمل الملابس بطريقة أنيقة مناسب لفصل الصيف أكثر فما أعتقد أمدا أنه هو للمشاهير بسبب مشاهير أستاذ سارة بما أنه أصبح موضة رائجة خاصة في عصرنا الحالي شو هي الألوان الدارجة خاصة في فصل الصيف فصل الصيف طبعا معنا كل الألوان الدارجة اللي هي Electric Blue شكل أنا لابسته الورنج الجرين البربل البربل كل الألوان السارخة شوية هي الدارجة فصل الصيف تستنادي إن شاء الله إن شاء الله نعم وأيضا الجميل فيها أيضا يستخدمونها خاصة يعني الفتيات نشوفهم في طريقة مميزة جدا على البحر على المودلز على العباء يعني مثل ما نشوف الآن يمكن هذا من collection الصيف آآ هذا آخر collection ألوان جميلة فكرة جميلة تحسين بأنه لوق جميل محتشم وفنكي في نفس الوقت مزبوط مزبوط هو الألوان هنا كلها صيفية طبعا مناسبة للمحقبات وغير المحقبات يعني حتى الأجانب بيطلبوها زي ما حدك قلت قاقطها على البحر وسهل يتشكل الموديل ده لأنه معمول بالسلك وتقدري تربطيه أكتر بالربطة فالألوان الصيفية كثير كثير طلعة الصرخة السادة سارة هل يختلف يعني ستايل أو نقدر نقول ديزاين عمل التوربن للمرأة التي تلبس العباء أو المرأة اللابسة كاتجول يعني فيه اختلاف؟ لا أبدا لا 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 أبدا هو مناسب لكل واحدة بس حسب يعني المفروض المرأة تعرف وجهها وشكل وشها إزاي عشان تقدر تلبس القطع المناسبة لها هل يتحدد الشكل كيف تسوي أو طريقة؟ أو بتسأل طبعا المتخصصين لأنه ما ينفعش مثلا واحدة وشها مليان تلبس حاجات فيها موديلات كثيرة وديتيلز كثيرة فحسب الشكل بيتحدد طبعا طريقة لفستر ما بيمشي على العباية وعلى الكاتجول وعلى النايت وكل وقت يعني نعم أستاذة سارة موجودة هنا العديد من خلينا نقول الأشكال والألوان الموجودة وكل واحد مختلف عن الآخر مضبوط البينك الموجود هناك خبرينا لأي أول واحد حجمه يليج وأي وجوه تليج عليهم مستدير الويه الطويل المربع أم جميع أنواع أورا اسمات أولا البينك الموجود هناك ده معمول من الخامس ما تفتاء والتفتاء نوع من ألوان الخامس صوفت كثير وبعدين هو بيتشكل يعني هو الموديل هذا اسمه وير تيربن فبيتشكل دخله في أسلاك فأي واحدة ممكن تلبسه بأي طريقة لأنه ممكن تتميله منه الموديلات مثلا من ست سبع موديلات فكل الناس ما تقدر تلبس الموديل ده بالزاد نعم جميل استاذة سالة شو نقدر نقول أنه مثلا يعني البعض ممكن يشوف أنه مناسب أكثر للمحجبات والبعض الآخر أنه في نفس ما ذكرت مروه في البداية أنه غير محجبات أيضا ممكن يلبسونا مثل المشاهد شو سبب هذا التنوع؟ ما زي ما قلت لك في الأول لأن الناس دلوقتي بقت تستسهل الحاجة السهلة أن المحجبات إحنا طبعا مش فيه عشان إحنا بس في الإمارات وخارج الإمارات طبعا الجو مش مسامح أن إحنا نلبس كذا قطعة فوق بعض فإحنا تيربل بالنسبة لليه من المحجبات مناسب جدا وطبعا فيه ناس بتقول أن تيربل مش للحجاب لا بالعكس هو موضة وتقدر يتوفقيك أنت محجبة وتلبسي سكارف على الرأبة تغطي الرأبة طبعا وبالنسبة للناس اللي بتحبوا أزا أكساسري تلبسوا أزا أكساسري واحدة حبة أنها بس تعمل شعرها بطريقة معينة وتحطوا أزا فانكي فيس فبرضه مناسب لأي حد نعم يعني هي قطعة فعلا تضيف خلينا نقول لمسة جميلة مزبوط على أناقة المرأة مزبوط خبريني أكثر عن هذه القطعة أستاذة سارة وخاصة أنها في بيبيون على الرقبة حجم نوع أيضا تليج وهل هي فقط للمحجبات أو ممكن لغير المحجبات أيضا على كل حاجة لأن أنا معلش أسباحي لي هاجبها أنا كده شوية هي القطعة معبولة من الخامة الليكرا الخامة الليكرا مناسبة جدا هي تلبسها في الصيف وبعدين السكارف هذا متصل بالتوربن ممكن تلبسه اللي بتحب تغطي الرأبة بالنسبة لمحاجبات بيحبوا يغطوا الرأبة فبتلف السكارف بالطريقة ده وفيها تغير الطريقة بأكتر من شكل يعني حتى المحجبات بيطلبوا لأنه من ألوان الصيفية بيلبسوه على فكرة كمان على الميوب بتاع البحر باللسبة للمحجبات بيتفننوا في الربطات معينة بيطلبوا مني فيديوهات معينة جميل يلبسوه جميل أستاذة سارة هل الأشكال هاي اللي نشوفها قدامنا أو الربطات يعني اللي موجودة هني أمامنا هل تعتمد على شكل الوجه فقط أو ممكن شكل الملابس أيضا أو شو اللابس السيدة سواء عبا أو لبس كاتجول أول شي لازم شكل الوجه يعني ما ينفعش مثلا واحدة وشها رفيع قوي والديتيلز بتاعت وشها صغيرة تلبس حاجة تغطي ملامح وشها لازم تلبس حاجة فيها ديتيلز في التوربن واحدة مثلا جبهتها عريضة ما ينفعش تلبس حاجة كل الجبهة بينها وتبين شعرها لا هي لازم تلبس حاجة تغطي نص الجبهة عشان تمام فهو التنصيق الأول بيكون طبعا لملامح الوش 100% وبعدين اللبس مع العلم أن في ناس عندي كمان يعني بيجيبوا اللبس وبعدين يبتدوا ينسقوا عليه الآزي سوري بيجيبوا التوربن وبعدين يبتدوا ينسقوا عليه اللبس نعم جميل أستاذة سارة في ورات عبا لونها جميل جدا لون البيج الغامج وهي الأورنج تصاميمت فيها جرئة وفي نفس الوقت تستخدمين أشياء غريبة ولكن اللمسة النهائية ويمكن الستايل النهائي ستايل جميل جدا خبرين أكثر عنا أنا حبيت أن أستخدم في التفاصيل حاجة ما نسميها شعباية تمشي على المحجبات وغير المحجبات يعني ممكن نسميها مثلا كاردجن كيمونوز حيث أن هم طالعين من آخر صيحات الصيف وحبيت الألوان الجريئة في كل القطعة لأنا بستخدمها لأن مش عايزها تخاطب سن معين يعني أي حد يقدر يلبسها والتطريز الهندي كتير موضة سنة دي وطالع في حاجات كتيرة حتى على فكرة في التوربنز بنستخدم تطريز هندي فالألوان نيون كولور طالع موضة فيمكن دي واحدة من الحاجات اللي جذبتني أن أنا أعملها بالشكل ده جميل أستاذة سارة كيف ساعدتش مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الآن يعني هي اشتاحت حياتنا بشكل كبير خاصة أثناء انتشار جائحة كورونا في الترويج لهذا التوربن أو لهذه الموضة هو أنا أصلا من قبل طبعا موضوع الكورونا أنا الحمد لله دلوقتي بشتغل في الماركتينج بقالي أربع سنين والموضوع يمكن في فترة الكورونا الناس قعدت أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي وابتدت تشوف إيه اللي بيحصل وابتدت تبقى أبدو ديت للموضة فطبعا ليها فضل كبير مواقع التواصل الاجتماعي إن الناس توصل للحاجات اللي هي عايزاها لأن أنت أول ما بتعملي السيرش على أي حاجة بتلاقي فالناس بتبتدي تقارن بين المنتجات إيه أحسن إيه الأفضل فطبعا ليها فضل كبير مواقع التواصل صحيح أستاذة سارة الجرئة في الألوان وخلينا نقول اهتمامك بالتفاصيل لأن تحسين بأن كل إمرأة تحب أنها تظهر بشكل مثالي ومحد مثلها أكيد أكيد طبعا لأن حرجع وأقول تاني إحنا كان بيحتكر زمان الحجاب على لبس العباية وبس الشيلة وكان حاجة ترادشنال والناس كانت خلاص معتبدة نفس الشكل فالنساء عايزة تغير عايزة يبقى فيه شكل جديد عايزة يكون فيه طريقة لبس مختلفة تبقى فتاة عصرية وفي نفس الوقت محتشمة نعم جميل جدا أستاذة سارة شو هي الإضافات أو الإكسسورات اللي تقدر تستخدمها السيدة لتزين هذا التوربن أكيد فيه البعض ممكن حاب يستخدمها لمناسبة معينة أو حفلة عيد ميلاد أو يعني بعض الحفلات الضخمة هو التوربن لو هي بتدور على مناسبة معينة فيه حاجات كتير جهزة مش هتبقى حاسة أنها محتاجة أنها تضيف يعني مجرد أنها هتجيب الفستان بتاعها وتدور على قطعة مناسبة هتلاقيها على طول إيزي وريدي توور أنها تلبسها من غير ما تضيف حاجة وفيه ناس بتحب أنها تكوستمايز الأيتم بتاعها وتقول أنا لأ أنا محتاجة اللون ده هعمل ده صحيح اللون الذهبي ويا خلينا نقول الوايد جولد وأيضاً العباء اللي وراتش استخدمتي هذين اللونين ويا بعض مزبوط فمن الممكن أن المرأة أيضاً تلبس نفس الشي على الوايد جولد ويا اليالو جولد فحبيت القطعة وايد وخاصلاً أنه فيها أيضاً سورافسكي خبري أخبيني أكثر عن هذه القطعة مزبوط بعلاً مميزة هي القطعة أنا حبيت أن أعمل حاجة ما تكونش تفاصلها كثيرة تكون رايقة وفي نفس الوقت حاجة عملية وشيك بالنسبة للمرأة واللون الأبيض كمان من الألوان الكثير درجة السنادي والناس بتحبه وهذه الجماشة خفيفة يعني لايجة للصيف والحرق الصيف وماشي الأورجانزا الخفيف لايجة جداً للصيف وطبعاً في ظهر العباية الشيء الكثير وارد دلوقتي العيون والكفوف في كل الملابس فضفت كسرتها شوية باللون الأزرق حتى تبين باللوقتي في الظهر علشان تبقى ماتشنج يعني ممكن حتى لو لفسها جين طبق أبيض مع كل الألوان بيج أسود جينز كل الألوان ممكن تبينك حتى البينك يعني كل الألوان تروح مع هذا الشكل ومع شكل الآن جميلة مزبوط استاذة سارة السيدات اللي حابين يتعلمون هذه المهارة ممكن حابين يسوونها في البيت في الشكل السريع شو هي الأساسيات أو شو هي المهارة الأساسية اللي بدأ بعمل التوربن؟ هو عمل التوربن طبعا لازم عشان يبقى شكله حل وجميل لازم تحط بيز لازم تبقى لبسة بيز يعني المفروض ما تحطهش على رأسها مرة واحدة لأنه بيغير الشكل تماما حتى اللبس بيكون شكل مختلف ففي البيت واحد اثنين ثلاثة المفروض أنها طبعا بتحط حاجة اسمها نات فوليوم أو الكليب الكبيرة علشان تعطي شكل الفوليوم اللي وراء ولازم تحط أمطة قطنة على رأسها عشان تحمل شعرها وفي نفس الوقت التوربن ما يتزحلق منها وعادي طبعا لو هي بتشتري قطعة جهزة على طول هتلبسها شكل الفوليوم بيغير تماما التوربن فعلا يعني أغلبية أيضا خلينا نقول الميكب أرتست أصبحوا يستخدمون التوربن خلينا نقول المودلز لأنه يسوي الفوكس كله على الويه فقط هل فعلا التوربن ممكن أن تغطية الويه إذا المرأة حابة تبين جمالها أكثر تستخدم التوربن؟ طبعا تفاصيل الوقه كلها بتبين يعني زي ما قلتكم في الأول طبعا هو محقبات وغير محقبات طبعا تفاصيل الوقه كلها بتبين هي حتى لو حطت ميكب لايت ولبسة قطعة مثلا صودة على دريس بس خلاص فيها أنها نحس أنها مالكة يعني كل أيضا لاحظنا وجودها وليس فقط خلينا نقول على ستايل الكاجول أيضا على فساتين السهرة نعم نفس هذه القطعة صحيح لون الذهبي لاحظنا أيضا على فساتين يلبسونها أيضا المشاهير وعلى السجادة الحمراء اللي هي الريد كاربت مزبوط مزبوط في السهرة أسهل حاجة دلوقتي بالنسبة للمحقبة أنها تلبس تربون لأنه برضو هنرجع نقول تاني من الأصل أنت الإطلالة العصرية دلوقتي عايزة الكاجول السريع مش عايزة أن أنت حتحطي شيلة وتحتيها أمطاط فالسهل الممتنع فهي بتدور دايما على القطعة اللي بتناسب معاها كل مناسبة أكيد أستاذة سارة كل مصممة أو كل ديزاينر تحب تنتشر بسرعة وما دي أهمية مشاركات تشفيق المعارض وعرض هذه الديزاينات سواء ديزاينات اللعبي أو التوربن والله بالنسبة للعبي أنا بالنسبة لي لاين ده جديد ابتدته بس رمضان اللي فات يعني حاجات من تصميني أنا حتى على فكرة اللي أنا لفسها دي كمان من نفس الشغلي فلسه ما نزلتش أي معارض بالعبي بس الحمد لله الحمد لله لا سوش الميديا أي ما بالواجب المعارض طبعا أنا كنت بشارك كتير قبل جائحة الكورونا يعني كان فيه مشاركات صادقة كان فيه مشاركات فأكتر من معرض وأكتر من بزار بس حاليا طبعا الوضع متوقف تماما يعني نعم خبرين أكثر عن ألوان الموضة للتوربن هل في ألوان موضة معينة ولا جميع الألوان وبحسب اللبس اللي تلبسها البنت لا طبعا إحنا الأساسي اللي دايما الناس بتدور عليه اللي هي الألوان الترابية الباج النود كالرز طبعا الأسود والعبيض ما فيش منهم المشكلة اللي دارك زي ما قلت في الصيف الأورنج اللوك ممكن أكون مليا نعم أتفضلي أكيد أنا أحب الألوان أحس تحسين الألوان خاصة بالصيف الأورنج الوردي النيون تحسين أنه فعلا بالصيف ويا الثان ويا البرونزات مزبوط حسين أنه يعني الألوان هذه مميزة وتعطي جمال لألويه أيضا صحيح ما تبين الويه شاحب يعني اللون ده مفتوض أنه هو يعني اللون البطيخي نعم وكثير من الألوان اللي طلعوا موضة تنادي صحيح ويليقى على كل الألوان إذا البنت أبيض بيج أسود على كل الألوان اللون جميل أستاذ سارة ذكرنا في البداية جلت يتناسب مع لون البشرة يتناسب مع المكياج وأيضا شكل الويه لكن شو أكثر الأخطاء الشائعة التي تشوفين ممكن بعض السيدات يرتكبونها لما يبدؤون يشكلون شكل التوربن أو يستخدمون بعض الإكسسوارات زي ما قلت مثلا في الأول برضو وثاني أنا ما قدرش ألبس واحدة وشها عريض ومليانة صاري وألبسها حاجة مليانة يعني حاجة زي أنا لابساها دي مش مناسبة أبدا لأي حد وشه مليان جبهته عريضة فلازم تختار السيمبل الحاجة اللي هي نقول عليها عاملة زي الباري أو عاملة زي الايس كاب سو سيمبل ما ينفعش برضو واحدة يكون وشها طويل أو يتاخد حاجات كلها ديتي فكل وش بيبقى لي ما هذا زي ما قلت الموديل الواير ده لأن الموديل الواير ده هي بتقدر تشكله على حسب شكل وشها صحيح أستاذة سارة ما أعرف إذا أنت وياي في هذا الموضوع ولكن هذه الموضة ساعدت العريس والنساء المقبلين على الزواج يلبسونها ويا فستان العرس أيضا إذا كانت الأعراس مختلطة صحيح خبرين أكثر عن هذا الموضوع وخاصة أنه فعلا أصبح لفستان العرس للبنت المحجبة أيضا جمال خاص وجمال يعني من نوع آخر أكيد هما دلوقتي أي عروسة طبعا الأول كانت عندنا نفس المشكلة الإطعى البيضة اللي بنحطها فوق الراس وبس التاج وخلاص بس التوربن دلوقتي بقى متخصص كيف يترز من نفس الفستان بتاع العروسة بشكل معين ساعات بيطلبه ويمكن أرتب صار وأجمل مزبوط وفعلا بتطلع كيف الملاكي يعني ما شاء الله بيطلع شكل حلو لأنه ميكسنج مع الفستان بتاعها صحيح خاصة للمحجبة لكن أستاذة سارة نقدر نقول هل هو موضة رائجة وممكن يعني مع مرور الأيام في المستقبل تختفي ولا ممكن تظل مستمرة ويحدث عليها بعض التغييرات لا 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 هي إن شاء الله هتظل مستمرة ويحدث عليها بعض التغييرات تعرفك أنا أول ما افتديت في الأول خالص قلت كده سنة اثنين وخلاص الموضوع هيخلص بس مع اختلاف مع اختلاف الأمشة والموديلات والأفكار وبعدين بيوت الأزياء العالمية كلها دلوقتي ابتدت تتجه لنفس اللاين فأعتقد لا صحيح أستاذة سارة ما أعرف إذا أنت وياي في هذا الموضوع أيضا ولكن عندي علامة استفهام موضة التربونس هل أخذت من البلاد في أفريقيا لأن الأفريقيات من زمان يلبسون اللف ويحطون التربونس نفس الطريقة اللف تقريبا اللي نشوفها الآن بالتربونس هل أخذت من أفريقيا أو دول الأفريقية لا لا موضة التربونس أصلا رجع للقرن السبعتاشر وبيقال أنها أصلا إيراني يعني الموضة أصلها إيراني وبعدين طبعا تطورت للأتراك وبعدين تطورت لشرق أفريقيا وفعلا نحن نشوف أن المرأة في أفريقيا هي أكتر واحدة بتلبسة لأنهم تفننوا في الألوان يمكن لأنهم أيضا من تراثهم لبسهم التراثي بالضبط لأنهم عندهم أيقونة الجمال التربون يعني المرأة الجميلة في أفريقيا لازم تكون لبسة تربون بألوان معينة بماتيري المعينة صحيح أكيد نورتنا لهذا صباح أستاذة سعي ألباح فعلا سعدنا بوجودك وأنا كمان نتمنى لتكل التوفيق شكرا كثيرا اشتركوا في القناة